هو رئيس عصابة خطف لقاء فدية مالية وأحد أخطر المطلوبين للقضاء قافحاء لبناني موليد العام 86 بات اليوم بقبضة شعبة المعلومات بعد عملية محكمة قامت بها في بلدته بريتال الرابعة فجراً كانت ساعة الصفر قوة كبيرة من شعبة المعلومات في بريتال طوقت منزل المطلوب ففر إلى منزل آخر يملكه شقيقه تفاجأ بالعناصر ففر إلى منزل ثالث لشقيقه الآخر هناك دخل عناصر شعبة المعلومات بدروعهم فبادر المطلوب إلى قلب طاولة اختبأ خلفها كمتراس موجهاً سلاحه باتجاههم لكن تعدادهم وتجهيزاتهم دفعته إلى التسليم بالأمر الواقع اعترف الموقوف بتنفيذ عدة عمليات خطف مقابلة فدية منها للمدعون جيب يوسف في شويفات ومحمد حموي وتزوير جواز سفر كما يشتبه باشتراكه بعمليات خطف أبرزها خطف مازن حميدة ومحمد لولو وجورج دهود والطفل ميشيل سقر